اهلا وسهلا بكم مشاهدين الاعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا بلدنا احلى يمكن كل مرة بنقابلكو فيها بيبقى عندنا امل ان بكرة يكون فعلا احلى من النهاردة بس ده عبر ما هيكون بالكلام بس ده محتاج شغل وتعب وجهد كبير جدا عشان نوصل للي احنا عايزين عشان كده كل مرة بنتقابل فيها بيبقى عندنا جزء او فقرة بنتكلم فيها في مشكلة موجودة في المجتمع المصري وخلييني ما اقولش انه مشكلة خلييني اقول انه تحدي تحدي لازم نواجهه ونتغلب عليه وفي الفقرة التانية بنتكلم عن شيء ايجابي شيء ايجابي عايزين نسلط عليه الدوق والناس تعرف عنه اكتر واكتر خلييني اقولكو عن الموضوعين اللي هنتكلم عنه من النهاردة بس بعد اول فقراتنا وهي الاخبار المتنوعة اول خبر هنتكلم فيه النهاردة بيخص صندوق النقد الدولي اللي اوصى الحكومة المصرية بعد التوصيات عشان نقدر نحافظ على برنامج الاصلاح الاقتصادي الصندوق اعلن عن تقرير المتابعة الاول لبرنامج مصر الاقتصادي واللي على اثره مصر حصلت على قرد ب12 مليار دولار يصرف على 3 سنوات الصندوق اوصى عدة توصيات اهمها السيطرة على التضخم وزيادة الاسعار الوقود قبل العام المالي المقبل بالاضافة الى الاستمرار في تقديم الدعم للطبقات الفقيرة تاني خبر معانا هو فني بيتكلم عن فريق فيلم كرمة الفريق العمل عقد مؤتمر صحفي باحد فنادق القاهرة للكشف عن تفاصيل عودة المخرج خالد يوسف للسينما بفيلمه الجديد بعد غياب 6 سنين المؤتمر ده حضروا العديد من لجوم الفن منهم طبعا المخرج خالد يوسف الفنانة غادة عبدالرازي الفنانة درال عبدالعزيز فنانة عمر سعد وزينة حسن الرداد وخالد الصاوي وصارة نخلة من خلال المؤتمر ده اعلن المخرج خالد يوسف انه اعتزل السياسة بشكل كامل وهيركز الفترة المقبلة على السينما رافض الخوض في اي تفاصيل بيها علاقة بالسياسة اخر خبر معنا هو خبر رياضي النهاردة مدرب المنتخب محمود فايز اعلن عن انه باس المرسي مشكلته انتهت تماما مع المنتخب وهيعود خلاص الى المنتخب لو كان اداءه مع الزمالك يجعله ينضم الى المنتخب لكن ما فيش خلافات بعد كده تاني بالنسبة ليه سألناه عن العروض المقدمة لهكتور كوبر سواء من اندية او من منتخبات قال انه بيوصله عروض كتيرة جدا في الفترة دي لكن هو رافض تماما يفكر في الكلام ده كله وعايز يكمل مشوار المنتخب في مع مصر فان شاء الله باذن الله يا رب يعني نوصل لكاس العالم نستنادي ونفرح كل المصريين كده خلصت اخبارنا بعد كده عندنا الفقرة الجاية زي ما قلتلكم مشكلة هنتكلم عنها مشكلة للأسف مشواخدة حقها مع ان هي تأثيرها تأثير كبير جدا على الناس كلها مش على الفرد بس على اسرته وعلى المجتمع بحاله خلينا اقول لكم انه احنا امكن دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها دي بيبقى زيادة حالات الزواج من تقريبا بتبدأ من بعد العيد الصغير بتستمر لحد شهر 11 او 12 تبقى فترة الزواج في الفترة دي بتبقى عدد الحالات بتبقى مرتفع نسبة عندها امل ان هي تفرح وتشوف ولادها بيكبروا لكن للأسف للأسف الحلم ده كتير جدا ما بيتحققش ليه؟ عشان بنستهتر بتفاصيل صغيرة بتأثر تأثير كبير جدا على حياتنا الجاية مهم جدا نتكلم في الموضوع ده ومهم جدا نعرف تأثير الحاجات دي وهي عبارة عن ايه اصلا عشان على حياتنا الجاية خلينا نتكلم معاكم بالتفاصيل عن الموضوع ده وعن تحاليل ما قبل زواج بس بعد الفاصل تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلاب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الاعلامية وتجهيز سيراتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة افكار الاعضاء وتوفير وسائل تنفيذها الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تيفي اونلاين تلفزيون موجه باللغة الانجليزية والعربية من القاهرة الى العالم اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية بعد الفاصل ويمكن زي ما كنت بتكلم معاكم من شوية موضوعنا دلوقتي هو التحاليل موقع بالزواج خلينا اقول لكم شوية ارقام بالاسف هي صادمة شوية بس لازم نعرفها عشان نبتعز ونظمة الصحة العالمية اصدار التقرير قالت فيه ان واحد من كل 25 طفل بيبقى عندهم تشغوهات او عيوب خلقية واحد من كل 25 ده معناه 4% اربع اطفال من كل 100 طفل طيب يا ترى النسبة في مصر نفس النسبة؟ للاسف الشديد احنا بعيد جدا للاسف في اليوم القومي لاطفال التشغوهات الخلقية اعلنت النسبة في مصر النسبة دي بتساوي 25% يعني 25 طفل من كل 100 طفل للاسف عندهم تشغوهات خلقية عشان كده كان لازم نتكلم في الموضوع ده ونعرف عنه اكتر نعرف ايه اسباب وجود تشغوهات الخلقية وهل ليها علاقة بالتحاليل مقابل الزواج اللي للاسف معظم المصرين بيستهدروا بيها ولا لا عشان كده بيوفنا وديوفكم في الستوديو دكتورة نادا صبري واستشاري طب الاطفال بجامعة القاهرة وسلمة اللي هي قصة حقيقية لازم نسمعها عشان فعلا نقدر نتعز اهلا بيكم اهلا بيكم بداية يا دكتور كنت حايز اعرف من حضرتك ايه التحاليل اللي تتعمل قبل الجواز وايه لازمتها بصي هم تالت تحاليل المفروض نعملهم قبل الجواز اول تحليل بنعمله عشان نعرف اذا الزوج او الزوج هايقدروا ينجيبوا بعد الزواج ولا لا او هما هيكون عندهم مشكلة طبعا ده بيسببوا انفصلات كتيرة بالضبط يعني فيه كتير بعد ما بيعرف ان هو ما بيخلفش بيضطر ينفصل تاني نوع هو النوع الوراثي اللي هو بعد ما بممكن انجيب اسبب مثلا مرض لابني او بنتي اللي بخلفهم تالت نوع اللي هو بيجي عن العدوى يعني مثلا انا الزوج يهادي مراثه او اه بيكون عندي مثلا يجي بيروس سي زي الايدز زي الامراض الخطيرة دي تمام بس فطبعا لازم نتطمن يعني على صحتنا قبل من الجوز طيب واهمية يعني التحليل دي بنعملها عشان الاطفال مين لي وعشان شريك الحياة بالضبط لازم نتطمن على نفسنا يعني ما يفعش ان انا او قبل او يعني اهم من اي حاجة ان نحن نتطمن على صحتنا يعني ما يفعش ان انا قعدي حد بمرض خطير عندي طبعا الاولاد اللي امه بيقوا اغلى حاجة في الحياة فعلا بيقى صعب جدا من امه او الاصياء ممكن يتسبب لوفايا بعد كده تمام طيب سلما احنا عايدين نعرف قصتك انا اسمي سلماء كان زي زي اي بنت بحلم بفلس احلامي ان احنا نقلقي ونتجوز ونختون القصة اللي كل الناس بتحلم بها وفعلا الحلم ده تحقق لقيت اللي كنت بحلم بي يعني ونتجوزنا بس وخلفنا ابني كريم بس فجأة الحلم تحول الكابوس وده بسبب اللي احنا ما عملاش تالت نوع من التحليل اللي الدكتور قالت عليه هو كان عنده مرض الايدز عداني انت يا فاطمة كنت عملت التحليل تاني ولا عملتش تحليل خالص ما عملتش اصلا التحليل فده طبعا هو كان عنده مرض الايدز عداني طبعا هو ما كانش يعرفو كمان او اكيد هو ما كانش يبين عني اعراض ما كانش عنده اعراض ولا انا ظهرت عندي اعراض بس هو الطفل بعد ما تولد لقين كان عنده شهور بدأ يسخن على طول ويطلع طفح على بقه رحنا بيه لكاترة كتير ما حدش مطاقة طبعا في السنة ده اه طبعا صغير ما حدش في السنة يعني هو الطفل في السنة ده ما حدش اصلا عارف عنده ايه يعني هو كل دكتور بيدي علاج للسخنية بس محدش اداله علاج كامل يعني بس فيه دكتور قال لي نعمل له تحليل دم التحليل كشف الصدمة طبعا كنا نتصدمنا بها لان عنده المرض ده ولما اكتشفنا كده يعني الدكتور طلب كل ناس تغربت ازاي طفل في السن ده عنده المرض طلب مننا احنا كمان نعمل التحليل واكتشفنا ان احنا عندنا الايدز بس ما كانش عبان عندنا الاعراض عشان ممكن يكون في السن اكبر فالاعراض ما كانش بدبان بس هو طفل مناعته ما استحمل طيب و جوزك و ابن بدلوقتي حالتهم ايه؟ ابني مات على طول بعد اكتشاف المرض بكم شهر مقدرش طبعا طفلي صغير مقدرش يستحمل اعراض المرض ولا كده وجوزي كمان بعد معرف انه عنده المرض ده ممكن يكون لما حد بيعرف ان المريض بحاجة بتظهر عليه بقى اعراضه كده زهرت عليه الاعراض؟ شوية شوية وبقى يعني تضعفت جدا لغاية ما هو كمان مات طيب و انت يا فاطمة دلوقتي بتاخدي اي علاج لل... مفيش اي علاج في العالم تقريبا للمرض ده بتبع علاجات مؤقتة بس مفيش علاج بقدر يانهي يعني طيب دكتور انت فيه اي خبر عن علاجات جديدة موجودة تقدر تساعد فيه فكرة العلاج الايدز ولا... الحقيقة لحد دلوقتي مفيش حاجة فعلا ممكن تعالج بشكل رسمي كلها زي ما هي قالت بتأجل الاعراض فقط لغير بس فكله طبعا... حاجات بتأجل بس الاعراض مفيش حاجة بتشفي المرض تماما... لا للأسف... طيب كنت عايدها في اخر الفقرة يا دكتور اعرف من حضرتك نصيحة تقولها للشباب المقبل على الجواز يعملوا ايه عشان يتطقوا مشكلة تحصل للاولادهم وليما؟ اه انا شايفة انه ان الشباب لازم تبدأ اه توعي نفسها يكون عندها وعي يعني في اله في اله في اله في اله ان هم يعملوا تحليل قبل الزواج عشان يتطمنوا على نفسهم قبل ما يقزوا نفسهم وقبل ما يقزوا اي حد يعني يعني ان ان انت تنجيبي او تجيبي ولد ده ده الطفل ده بيكون غالي عندك فانت جدا هتأذين فلازم يعني الفقر زي برا انه هم عندهم ما ينفعش فبريكوا التحديد دي قبل الزواج مرسي جدا لحضراتكم مرسي جدا يا دكتور نادا مرسي جدا ليك يا سلمة مرسي جدا ليك ومشاهديني على الفقرة مشاهدتكم الفقرة دي نتمنى ان احنا نتطاعز منها خلينا نطلع فاصل ونتكلم في الفقرة الجاية على ايجابية موجودة في مجتمعنا المصري ومبادرة من وزارة التربية والتعليم اشكوا بعد الفاصل تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلاب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الاعلامية وتجهيز سيراتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة افكار الاعضاء وتوفير وسائل تنفيذها الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تيفي اونلاين تلفزيون موجه باللغة الانجليزية والعربية من القاهرة الى العالم وارجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية برنامجنا بلدنا احلى يمكننا النهاردة مع بداية دخول المدارس تمنا جدا ان احنا حاسين بالأب والأم حاسين بأولياء الأمور حاسين أم ما قد ايه خايفين وبيخافوا من لاحظة دخول المدارس دي بالنسبة لهم باقتبعبع يا طرى هيدفعوا كام في مصاريف المدرسة يا طرى مصاريف المدرسة نادي غلية عن السنة اللي فاتت كام طب لو عارفوا دخلوا واحد هيدخلوا التاني والتالت بنفس المستوى ولا هيعملوا ايه للأسف المدارس بألاف الجنيهات أرقام فلكية ما يقدرش عليها غير الخليل من الناس عشان كده في حصرة إيجابية من وزارة التربية والتعليم عملت مبادرة وهي المدارس اليابانية في مصر كلنا سمعنا في الفترة اللي فاتت عن المدارس اليابانية بس كلنا ما عندناش المعلومة بالزبط هي عبار عن ايه وان نظام فيها والدنيا فيها تبقى ماشي ازاي عشان كده النهاردة استضفنا الأستاذ أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بداية يا فندم عايز أعرف من حضرتكم عفوان فكرة المدارس اليابانية جيناها ايش معنا مدارس اليابانية ايه الفكرة في الموضوع بصي هو المؤشرات الدولية وضحت ان مصر في الفترة الأخيرة بعدت خالص عن الترتيب الدولي من حيث التعليم طبعا طبعا ففكرنا ان احنا نعمل اتفاقية يعني تعاون مشترك ما بيننا وبين اليابان في مجال التعليم عامة عشان ده بحسن ان هو يفيدنا هميني؟ اوكي طيب ايه الاضافة بقى اللي هضفها المدارس اليابانية للطفل المصري عن نظيراتها المصرية؟ اه المدارس اليابانية عمتا بتهتم بالطفل يعني بتهتم بتنمية الطفل تنمية شاملة من جميع الجوانب سواء اكاديمي او تطبيقي يعني جوانب اكاديمية او جوانب تطبيقي غير عندنا شوية مهتمين بالاكاديمي اكتر من التطبيقي بالزبط تمام وكمان بيدرب الطفل ان هو بيعلمه النظام وبيعلمه الاحترام لأي حد او اي حاجة مختلفة عنه تمام طيب انا في سؤال بصراحة جا في دماغي اول ما سمعت عمدارس اليابانية متهيق لي جاء اكيد في دماغي عدد نقوية الامور يا ترى الدراسة في المدارس دي هتكون باليابانية يعني نحب بتطميننا في الموضوع ده لا اكيد لا طبعا هتبقى باللغة الانجليزية زيها 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 هي مدرسة لغات في نصر طيب تمام بالنزمة يا فندم ليه اه الوجبات احنا بنسمع طبعا المدارسة الخاصة بتقدم للطفل وجبات صحية في اليوم الدراسي هل ده يا ترى هيكون متغفر في المدارس؟ بالطبع هيكون فيه اه وجبة صحية للطفل اه في نصر اليوم الدراسي بازن الله طيب بالنسبة للأعاد للأطفال في الفصول طبعا بالنسبة للمدارس الحكومية الأطفال متكدسين في الفصول وعدد زي بيقول العدد في اللمونة بالنسبة للمدارس دي هتبقى الدنيا ماشية زي يعني ماكسيمم هيوصل عدد الأطفال في الفصل الواحد أربعين طفل لا هيزيد عن كده ولا هيقل عن كده طبعا الفصل هيكون مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية وهيكون فيه باب للدخول وباب للخروج طب وإيه الفكرة من فكرة باب للدخول وباب للخروج هي فكرة تعليم نظام بنعلم الدخول وباب للخروج يعني بنعلم الطفل مبادئ ان هو يتعلم النظام طيب يعني الحالك بتقوله ده شكله مبشر جدا عايزين نعرف من حاجة لتك بقى شروط الالتحاق بالمدارس دي هل هي شروط معسفة ولا ممكن اي حد يالتحق بالمدارس دي هو بس المرحلة الكيجية هتبدأ من أربع سنوات للأطفال بالنسبة لمحاولة ابتدائية جدا من ستة سنوات حلو جدا طيب وبالنسبة للموقع الجغرافي لازم تكون المدرسة جنب المربع السكني ايه هنوفر مدار يعني هنحاول نحن نوسع طبعا المدارس لو لو المدارس نجحت بطريقة احنا متوقعينها ونخلي ان هو طبعا في كل منطقة سكنية ببقى فيه مدرسة عشان الناس كلها تعرف توصل للمه طيب حلو جدا بالنسبة بقى للمصاريف يعني المصدر القلق بالنسبة للاولياء الامور دلوقتي الحركة بتقوله ده كله ممكن يخلي الناس تفكر انه المدارس دي هتكون غالية تمام فعايز اعرف من حضرتك تقريبا المصاريف هتتراوح من يعني هي هتتراوح من حوالي الفين لأربع تلاف جنيه في السنة ان شاء الله في السنة كلها ان شاء الله ودي هنبدأ فيها السنة دي ان شاء الله بإذن الله تمام ممكن نبدأ الناس تبدأ تقدم من اللينك اللي حضرتك وديتهولنا لناس تبدأ تقدم فيه من دلوقتي اه اه تمام بالزبوت تمام يعني تم فاتح باب التقديم خلاص في من اول السنة الجاية ان شاء الله هيفتاح باب التقديم احنا بس نحضر للسنة الجاية للسنة العام الدراس اللي هيبدأ دا دلوقتي اه اه تمام طيب اه انا بشكر لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك عارف مشاهدين العزاء هتلاقوا دلوقتي على السمكن styl لها واعد جدا ومبشر جدا نتمنى ان شاء الله اللي فعلا يقدر يروح متهيئ اللي هياخد تعليم بجودة عالية جدا نشكر حضراتكم جدا اللي متابعتكم ليكن لينا النهاردة ونتشوفكم بحلقة جديدة بإذن الله تصبحوا على خير